أخزن للأسلحة والعتاد تابع للحشد العشائري قرب قضاء هيت بمحافظة الأنبار غربي العراق لتفجير حيث تساقطت قضائف موهاون على قرى مجاورة جراء الانفجارات التي وقعت ليلة أمس ولم تصر تصريحات عن الجهات الرسمية العراقية بشأن تلك الانفجارات وسط انتشار كثيف لقوات الجيش والأمن في المنطقة ويأتي هذا الانفجار ضمن سلسلة من الحوادث في عدد من معسكرات الحشد الشعبي في أماكن متفرقة من العراق وكأنه استكمال لسلسلة استهدافات شملت معسكرات ومقارات تابعة للحشد الشعبي في العراق انفجارات عنيفة وقعت في مخزن للسلاح والعتاد في معسكر كان تابعا للحشد العشائري في الأنبار في منطقة المعمورة جنوبي قضاء هيت بمحافظة الأنبار غربي العراق وبحسب شهود عيان فإن شضايا وقذائف هاون تطايرت من العتاد المتفجر وسقطت على قرى مجاورة لم يصدر أي تصريح من الجهات العراقية الرسمية بشأن هذه التبجيرات ولا حتى من قبل الطرف المستهدفة تبجيرات هيت تأتي بعد يوم واحد من تبجيرات هزت معسكرا لميليشيات عراقية وإيرانية داخل الأراضي السورية وبالتحديد في منطقة دير الزور المحاذية للعراق سقط فيها أكثر من ثمانية عشر قتيلانا بصمات إسرائيل تبدو واضحة في الاستهدافات كلها بدءا من انفجارات في مخزن أسلحة تابع للحشد في قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين في العشرين من شهر أب أغسطس الماضي تبعتها بعد أيام انفجارات في معسكر للحشد الشعبي في مدينة القائم على الحدود السورية وسقط قتل وجرح في تلك الانفجارات حتى اليوم لم تعلن إسرائيل وقد لا تعلن أبدا لكن تصريحات رئيس الوزراء بن يمين تنياهو أن يد إسرائيل ستلحق بإيران وحلفائها أينما كانوا يؤكد حتمية مسؤوليتها والسؤال الأهم أين هو الرد الرسمي من جانب الحشد الشعبي أبلح من صلى الله على محمد وآله محمد ينضم معنا من بغداد السيد هاشم الهاشمي الباحث في شؤون الجماعات المسلحة مرحبا بك سيد هاشم إذن استهداف جديد لموقع آخر تابعا لقوات الحشد الشعبي يحمل هو الآخر بصمة إسرائيلية ولكن يعني إلى الآن لم نشهد ردا سواء من جانب قوات الحشد الشعبي ولا كذلك ردا من الجانب الرسمي ما سبب بذلك؟ يعني أظن السبب أنه لا توجد قوة لردع مثل هكذا عدوان لا على مستوى رصد هوية المعتدي ولا أيضا على مستوى أسلحة تمنع المعتدي من اختراق الأجواء العراقية والتصدي له فضلا على أنه العراق لا يمتلك قوة أخرى للردع وهو قوة أن تكون صواريخ جو جو أو صواريخ أرض جو باتجاه الطائرات التي تخترق لأجواء العراقية بالتالي حدد السبب الرئيسي لعدم القدرة على الرد أو حتى توجيه الاتهام بشكل مباشر إلى جهة ما في أقصى بيان ظهر لسيد فالح الفياد رئيس هيئة الحجر الشعبي أنه بعض تلك المعسكرات تعرضت إلى مصدر خارجي دون أن يعرف هوية هذا المصدر الخارجي أو وسيلة المصدر الخارجي في عدوان معسكر الصقر جنوب بغداد على ذلك التقارير الحكومية لا تزال مليئة بالاستفهامات التي تحتاج إلى أجوبة لأن العراق أولا لا يمتلك المختبرات التي تمكنهم من معرفة أسباب التبجير بشكل دقيق وأيضا اللجان التي ذهبت إلى التحقيق لا تمتلك القدرة على مواجهة الجمهور العراقي أو الرأي العام العراقي بالجهة التي كانت سبب تخبطات كثيرة في تصريحات صنفت إنها شخصية وفردية لبعض قيادات الحجر الشعبي في توجيه الاتحام إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو حكاية بعض المعلومات التي ربما لن تكون مطابقة للواقع عند ذوي الاختصار طيب أبناء على ما تفضلت به ما هي إذن برأيك الخيارات التي يمكن للحكومة العراقية اللجوء إليها لمواجهة مثل هذه التهديدات وضمان عدم تكرارها رئيس أركان الجيش العراقي عثمان الغانبي قبل يومين وعد بأنه سوف يصدر هناك تقرير حكومي يوجه الاتهام بشكل مباشر إلى جهة ما أو ربما يأتي ببعض المعلومات التي تزحزح الكثير من التوجهات التي قادها بعض قيادات الحجر الشعبي بالتالي العراق ليس له مفر إلا أن يلجأ إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحماية سمائه إما بالسماح له بشراء منظومة دفاع جوي تستطيع أن تكون رادعة لتلك الانتهاكات التي تؤشر القراءة أنها قد تكون إسرائيل من خلفها أو أن الولايات المتحدة الأمريكية تتعهد بحماية الأجواء العراقية على ذلك قد تندفع قوة من فصائل الحجر الشعبي أو فصائل المقاومة الإسلامية التي هي منسجمة مع مشروع إيران في المنطقة إلى عمليات تستهدف فصالح ورعاية أمريكا في العراق كطريقة للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية حتى تفي بوعودها بحماية الأجواء العراقية نعم أريد أن نصلت الضوء أكثر على هذه النقطة تحتجى سيد هاشم يعني في أي إطار يمكن فهم هذه الاستهدافات المتكررة التي جاءت سريعة خاطفة وفي فترات زمنية متقاربة يعني أظن واضح من خريطة الاستهدافات أنها تستهدف المعسكرات التي يؤشر أن فيها مصانع لتطوير وقود الصواريخ أو أنها مصانع لتفكيك وإعادة ربط هذه الصواريخ أو أنها مخازن لنقل هذه الصواريخ إلى سوريا ثم إلى لبنان هكذا المؤشرات أنها تستهدف تلك المعسكرات وأيضا تستهدف فصائل بعينها وهي فصائل المقاومة الإسلامية الشيعية المنسجمة مع إيران التي ممكن أن نسميها حراس طريق طهران بيروت بالتالي هذا هو ما تتذرع به إسرائيل بشكل غير مباشر وأيضا حينما نرى هذه الخريطة نرى أنها تستهدف هذه الأسباب وهذه الشخصيات المعنوية شكرا لك سيد هشام وهاشم الهاشمي الباحث في شؤون الجماعات المسلحة كنت معنا من بغداد